أسفير سال عجبتني جداً وعايز أرد عليها من اليمن وافي محمد الأستاذ وافي محمد باعت بيقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أرجو أن توصلوا سلامي وحبي واعتزازي لدكتور الكبير والأب الفاضل دكتور حسام أحبك في الله أنا بفضل الله ثم فيديو واحد لك غير حياتي مدخن مدمن بعد ما شفت فيديو الدكتور اللي بيتكلم فيه مع ولد وبنت متزوجين وقال له أن الحل عشان يبطل التدخين أنه يحلب بالله أنا للآن ستة أشهر بعيد عن التدخين وأصارع الأعراض والآثار وأسأل الله الثبات سؤالي للدكتور بعيد عن الطب كيف لي أن أخرج شخص من قلبي بعد حب عظيم وتجربة مريرة خلتني أدعي عليه بعد كل صلاة وبعد كل طمر في إفطاري بعد الصيام تحية عظيمة لك من اليمن السعيد هنجاوب على الشقين الشق الأول بهنيك من قلبي يا محمد أنك بطلت سجاير والله تهنئة من القلب يا أخوانا المدخن سهل جدا عليه بطل سهل جدا عليه إذا عايزه شوية إرادة عايزة إرادة وعايزة عزيمة إنك أنت حاجة متعود عليها تبطلها دا اللي بيشرف في إنجا القهوة الصبح ما بيعرفش بطلها بس القهوة مش مضرة قوي وكذلك التدخين مضر جدا حتتعب محدش قال لأ محدش قال لك عد بطل سجاير النهاردة وتفضل سعيد قوي كده لأ وحقول لك ليه لكن تبطل سجاير فعلا بعزيمة وفعلا أنا بمارس الطب بقالي 55 سنة عارفين يعني إيه الرقم ده 55 سنة بمارس الطب جربت جميع الوسائل اللي خلي الناس تبطل بها تدخين لم أجد وسيلة سليمة غير إنه هو يقسم بالله مشرف تقلي وقول له أنت حتقسم دلوقتي يعني حتنزل من المكان اللي انت فيه ده ما تحط سجرة ببقك كتير جدا يروح مطلع علم السجارة ما في الزبالة ويقسم لأن هو يعلم جيدا التدخين عقوبة مؤجلة بس جاية جاية التدخين عقوبة مؤجلة بس جاية جاية ما فيهاش أي منقشة لأن ده أنت بتضر نفسك بحاجتين بحاجتين واحد بالنيكوتين النيكوتين اللي بيعمل مشاكل كبيرة جدا تصل إلى السرطان وحقول ليه والدخان الدخان الدخان اللي طالع ده بتتنفسه بيخلي نسبة الأكسجين قليلة في الدم فتعمل مشاكل انت مش قده تقول لي يعني زي كورونا أولا كورونا كان نقص الأكسجين عنيف لازم العين يخش المستشفى وجهاز تنا في الصناعة إنما ده نقص بسيط لكن مزمن نقص بسيط لكن مزمن الأكسجين الطبيعي نقول 95 98 ده بيبقى 85 ما يشتقيش قوي أو 90 ما يشتقيش قوي لكن عنده نقص على مدى بعيد خطير جدا 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 على أجهزة الجسم أما من ناحية السرطان في مادة في الدم مصرطنة مادة مصرطنة في الدم عندنا كلنا لكنها لا تعمل ولكنها لا تعمل احفظوا رأيك ويس هناك مادة في الدم بتاعنا ربنا خليها مادة مصرطنة لكنها لا تعمل خالص مين اللي خليها تعمل النيكوتين وبالتالي كنا نعتقد خلي بالك من كنا دي كنا نعتقد أن السرطان مع التدخين في الرأة بس طلع غلط طلع غلط في أي حد سرطان قولون أكثر في المدخنين سرطان المعدة أكثر في المدخنين سرطان الدم أكثر في المدخنين سرطان الكبد ليه؟ لأن أنا شغلت المادة دي بتعمل اللي هي عايزة بقى في أي حد وسرطان الرأة طبعا على قمة السرطانات اللي بتيجي أنا سعيد جدا بك يا محمد جدا أنك أنت عرفت تبطل سجاير لأن التدخين زمان كنا بنعتبره عادة زمان كنا بنعتبره عادة لكن دلوقتي المدخن مدمن بالتعريف الجديد للإدمان بالتعريف الجديد للإدمان فكونك تقدر تبطل وأنت مدمن لهذا التدخين لهذا التدخين وهذه السجارة فأنت بطل من غير لدكتور ولا مستشفى ولا أي حاجة وده الفرق بين الإدمان من مواد معينة زي رمضون مثلا ده محتاج مستشفى ضروري عشان نعمله سحب بالتدريج لأن لو بطل مرة واحدة بيحصل له حاجة اسمها أعراض انسحابية خطيرة جدا السجاير برضو في أعراض انسحابية نرفزة ويبقى متضايق وكده لكن ما هيش قاتلة لو بطلت سجاير مرة واحدة مش هيحصل لي حاجة مش زي بقية المخدرات لكن اللي بيشرب سجاير كل اللي بطلوبه منه يقعد مع نفسه يقعد مع نفسه بس يقعد في المراية يكلم نفسه صرفت كام صرفت كام سجاير يوم القيامة يسأل مرء عن ثلاث من ضمنها ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه هتقوله ربنا إيه حرقته ده فلوس اتحرقت فقعد مع نفسك كويس رجع صحتك أولادك أولادك أولا في حاجة اسمها مدخن سلبي انت بتشرف في البيت قزيت الأسرة كلها زوجتك زنبها ايه المدخن السلبي الحسابات اللي معمولة كل عشر سجائر بياخدها المدخن السلبي خد سجارة منه يعني عشر المية عشر المية من الضرر اللي خدوا المدخن خدوا المدخن السلبي كتير يقول لك أنا حبطل سجائر الحمد لله ربنا أكرمني وحشرب شيشة أقول له لا خليك بالسجارة وبلا الشيشة يقول لي ليه حجر الشيشة بتمانين سجارة حجر الشيشة الواحد من ناحية الدخان الدخان خطير جدا يا اخوان بيعمل الاكسوجين اللي احنا عايشين به يبتدي يأذينا الجزء التاني من السؤال مهم أول بيقول كيف ليه أن أخري شخص من قلبي بعد حب عظيم وتجربة مريرة خلاني أدع عليه أنا حجوبك نقطتين لا ثالثة له نقطتين لا ثالثة له طبعا يا محمد انت اسمك وافي محمد يعني مسلم هقول لك ارجع القرآن ووقف عند اتنين ايتين فقط طبعا قرآن كله تسامح فيه ده رقم واحد ده المسلم متسامح لكن اي هقول لك ايتين توقف عندهم مش عايزة اقول لك كلام اجتماعي وكلام انساني وكلام مش عارف لا انا هقول لك بالقرآن اللي هو مفيوش منقشة ربنا ما يقول حاجة هي ادفع بالتي هي أحسن فاذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميد وقفت عند الآية دي ادفع بالتي هي أحسن يعني هو أسائل لأنا حرضه الأساءة بإحسان فيه أبشع من ان واحد يتكلم على زوجتك أو على بنتك أبشع من هذا ويتهمها وصف يعني ممكن لو الواحد يتصرف تصرف غير طبيعي السيدة عائشة السيدة عائشة حرم الرسول بنت الصديق اتقل عليها ما تقال ما حبش أكرر الكلمة اللي تقالت على السيدة عائشة استنى يا محمد بعد الفاصل حاكملك ايه الكلام بها قبل الفاصل كان الأخ وافي محمد سأل عن التدخين وقال لأنا بطلت التدخين وبركناله وبيقول في واحد كرهه مش قادر يخرج من قلبي وبيدي عليه كل يوم في الصلاة ومع كل طمرة بيكلها مع الصيام بيدي عليه وأنا قلت له نفتكر أيتين لا تالي سراهم الأولى ادفع بالتي هي أحسن ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم أنت هتجيبه تحت رجليك ولي حميم كمان بس بشرط أن أدفع بالتي هي أحسن التانية بقى اللي أنا قفت عندها قبل الفاصل السيدة عائشة قيل عليها ما قيل ما حبش أقولي تقال إيه ده مين دي حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم دي مين دي بنت الصديق أبو بكر تقال عليها ما قيل ثم بعد هذا مين اللي قال كده فلان فلان ما بحبش إيه أجيب برضو الاسم عشان فسيدنا أبو بكر رضا للعجل كان فلان ده بيعطف عليه كان بيعطف عليه وبيديله فلوس دايما فأقسم إنه ما يديله تاني مدام قال على بنته كده قال على بنته أبشع الجرائم اللي ممكن يتصب بها إنسان وهي بريئة فأقسم ما يديله فلوس دايما نزلت له آية نزلت له آية مش يعفو بس وليعفو وليصفحو بص اللي بعدها ألا تحبون أن يغفر الله لكم رمى الرسول أراله الآية دي قال له بلى يا رسول الله أحب أن يغفر الله لي لو سمحت والمسألة عاديها عادي الناس كلها بتغلط الناس كلها بتغلط لو كل واحد وقف للتاني على الغلطة مش هنخلص مش هنخلص والله ما هنخلص ونبقى كل واحد متنافر متنافر مفيش حد ما عليتش فأنت سامح زي الأمر ما جه من الله لأبو بكر قال لتحبون أن يغفر الله لكم بلى يا رسول الله أحب أن يغفر الله لي قال له خلاص أرجع كما كنت بيدي مين فلوس للي قال على بنته جريمة جبار فأنا بنصحك يا ابني بنصحك وهذه طبعا نصيحة أخي يعني أن أنت انسى وإعمل نفسك مش واخد بالك وابدأ بالسلام ابدأ أنت بالمشكلة مش أنت يوم ما كنت بتحب هذا البني آدم رجع له طيب رجع له مفيش أي مشكلة هذه رسالة الأخ وافي محمد اللي بطل سجاير باركناله واللي بيضايق من واحد جاوبنا عليه ولا تنسى إطلاقا أوامر ربنا ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي الحمد